اشتركوا في القناة 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 يعني انتي عاملة قصرة شعر معينة صارنا سنين بنشوفك فيها منقول غير ستايل الشعر تابعك لا ليش لا مش عايزة تغير طبعا التغيير بده شجاعة اذا نرافض ايش التغيير عشان يك بفشل المقاومة طبعا المقاومة مثلا لما دخلت اجهزة الحواسيب على المؤسسات كتير موظفين خاصة كبار السيما كونش عايزين عايز ورقة وقلم زي ما تعود صاروا 30 سنة بالشرف الورقة والقلم جايت قوله وتعيش استخدم حاسوب فممكن يقاوم عملية ايش التغيير ايضا عدم الاقتناع واضح انه كل اسباب الفشل مرتبطة بالانسان في غيرها اكيد في غيرها اه خايف من التغيير خايف يمكن ما تغير قصص شعرها شكلها يصير مش حلو اذا لماذا يفشل التغيير ايضا عدم توفر وقت جهد مال احنا عايزين نغير لكن معناش الشغلات هذه اذا المكتوب باللون الاسود هي اه لماذا يفشل التغيير احنا عايزين نغير ونظبط امورنا لكن التغيير مش ناجح معنا لكن لا يعني ذلك انه استسلم لا فيش عندي وقت وفلوس و جهد عشان اغير خايفين من التغيير زي ما قولنا ندخل الحاسب الآلي على الشغل لا خايفين المقاومة الموظفين مش عايزين يغير رفض التغيير اوكي زي ما نقول بدلا ما تعملكوا زورك عملية موديل هتلاقي ناس يقول لا انا ما جربتش انا بعرفش انا ما عنديش نت المهم انه ما يغيرش عدم الاقتناع باهمية التغيير ما احنا كويسين ليش نغير انا شكلي حلو ليش اغير اوكي ايش هادي؟ هادي لماذا يفشل التغيير لماذا يفشل التغيير اوكي شؤال وضحي بالرسم انواع التغيير في حدا بعرفها هنقول ايو مين بيعرفها؟ اتنين بالازرق صندوق ابعد شوى عن رجال بالفلسفة في الموضوع هذا علم عفكة ممتاز اما نخطط له زي ما هنشوف او غير مخطط طارق وقع زلزال ازمة كورونا غيرنا لكن مش احنا مش مزاجنا انفرض علينا مفروض اجباري او بالمشاركة عنا اتنين زرق واثنين سود المخطط يحتاج اعداد بنرتب لادخال التحول الرقمي على المؤسسة مثلا عندنا مستشفى الصداقة التركي اللي التابع للجامعة ماشي هذا ادخل التحول الرقمي بدل ما يجي المريض او المرافق ياخده شدة ويروح يمشي على الصيدلية لا بعطيه رقم معين بدخل العلاج على النت واضح زي مثلا ايش قدمت الكوز طلعت الدرجة طب مين صحح هو هو مين الموديل البرمج واضح هذا مخطط خططنا ورتبنا وزبطنا الامور التغيير المخطط بضرح مجموعة اسئلة انا قاعد بخطط الان فهو تحت السيطرة ايش الاسئلة لماذا التغيير السبب من مين اللي هيغير الانسان متى وقتش منغير انا قاعدة بخطط هنا لماذا متى من اين هل هنعم التحول للرقمي او التغيير عقول مؤسسة او وحدة وحدة مش عارف اذا يجيب التغيير المخطط على الاربع الاسئلة هذه ليش التغيير مين اللي هنطبق عليه التغيير وقت ايش هنغير وايش المكان هذا بعمل خطة وحدة وحدة بغير بالتدريج اوكي هذا التغيير المخطط غير المخطط قولنا صار زلزال اذا غير المخطط بكونش في الاسئلة انا ما عنديش وقت اصلا ازمة كورونا طوارق طبعا غير المخطط بشترك مع التغيير المفروض او الاجباري لما وقعت اصلا ازمة كورونا انتقل التعليم من وجاهي الى الكتروني هذا بكون مفروض اجباري لو انت مش المخطط بامورك تلحك يترات بامورك تغيير اجباري بالمشاركة ايش ركوا يا جماعة نغير ولا بلاش المشاركة الي الشورى واشاورهم في الامر كمان التغيير الاجباري ممكن المدير يستفرد باتخاذ القرار فردي لحاله ممكن المدير يتخذ القرار يا جماعة الدوام ان شاء الله في شهر رمضان مبارك وعمتم بخير من الساعة 9 الى الساعة واحدة لا مش عايزين هو انطنش غير ايش رايكوا متى حابين يكونوا الدوام في رمضان؟ ايوه اذا عنا بالمشاركة وعنا ايش عنا فردي الرسمة اللي عصب بورة هي انواع التغيير اعيدة ولا واضحة؟ ليش مش شايفين؟ اغير يعني ماشي هاني غيرت المكان ارجع اصنو مش هائن علي هاي نشوف ما بعض ما هي العوامل هيا العوامل المسببة للتغيير داخلية وخارجية صحيح درسنا الخارجية قبلها قولنا الوضع السياسي الاقتصادي الصناعي ابصر ايش تقافي ممتاز وقلنا عوامل داخلية داخل المؤسسة داخل ايش؟ المؤسسة تسويق انتاج افراد مالية نمط القيادة وهكذا هاي امامنا ليش احنا بنغير هو عامل اجتماع هذا بكلم جوال وهذا زيك انتو نايم وهذا بتطلع هذا وهكذا واضح انهم يشعرون بالملل ولا شرايكم محبطين يا استاذة ريهام مين يقرأ لنا؟ ما هي السبب التغيير؟ فضلي ممتاز فيه مي واحدة شرحها؟ اذا عدم الرضا انت مش راضي عن نفسك فبتعمل تغيير عشان ترضي تحقيق الذات مش معقول لغاية لان في توجيه بك تكمل الجامعة عشان تحقيق ذاتك اهداف جديدة الاهداف متجاج جدا طول ما الانسان عايش تحسين الوضع المادي والاجتماعي تحسين الوضع الاجتماعي اهداف جديدة اهداف جديدة اهداف جديدة مناخ جديدة الغيرة على المنظومة اللي هي المؤسسة المؤسسات الاخرى تقدمت حققت ارباح واحنا لا طب احنا ليش لا؟ فيه مناخ جديدة زي ما قولنا كورونا مثلا المردودية اللي هي الفلوس يعني العائد لانحسين ارباحنا انت بدك ترفع درجاتك بتشد الهمة شوية بتغير وتبدلي تغيير ايجابي حابين نغير ظهرت افاق جديدة امامنا نساعد المجتمع التطوير ننبطل على الروتين فبنعمل تغيير تغيير الادوار تبادلها يعني تحقيق الطموح تجديد النفس والبحث عن التمييز كل هذه السبب من اسباب ايش؟ التغيير اعيدها تاني لا مش تحفظيهم اعرفيهم يابلا في منهم شغلات كثيرة بتنطبق عليك في منهم امور كثيرة بتنطبق عليك اطلع من هنا؟ اغير؟ غريبة يعني فعين سؤال الان؟ ما هي الادوار الاربع للتغيير؟ بدل احتياجات التغيير ما هي الادوار الاربع للتغيير؟ يعني انت ايش دورك في التغيير؟ اما تكوني انفنتر مخترعة اديسون اخترع الكهرباء غير وجه البشرية صار عندك أهرباء وهكذا إما ممحس ان اس بيكتور بس يا قبلة أو بيونير رائد أو سبونسر راعي شو يعني هاي هما دولة تعريفهم هما نفسهم في الشكل مين يقرأ تفضلي المخترع يطور ويعرف الجوالب الفنية يعني انتي عندك فكرة جديدة عايزة تنفديها بس كيف بدك تنفديها بنسميك المخترع ليش مخترع لانه انت اللي جبت الفكرة الجديدة زي تحويل التليفونات إلى هاتف خلوي ليش الواحد ضال عنده سليك وسماعة طب ليش ما يجيب جواله هذه فكرة طب كيف يصير على أرض الواقع إننا نسميناك مخترعة ليش مخترعة جيب حاجة جديدة طيب الآن ننتقل لدور التاني اللي هو الرائد مين يقرأ تفضل يا أستاذة الرائد يؤمن بالفكرة ويرى جوانبها المفيدة ويواجه حقائق ويحصل على ويحصل على الدعم الإداري والمالي الأرض من الفكرة إيش الفرق بين هذا وهذا ولا زي بعض هذاك عارف بس مش عارف كيف يحاول ممتاز هذا عنده فكرة لكن مش عارف كيف يحاول على أرض الواقع هذا عنده فكرة ولقى مصاري ولقى دعم من الناس فممكن تصير على أرض الواقع دعا فيه فرق بين الاتنين ما هو جاء فكرة مش جاية تطبقها بضع المخترعة ماشي لقى حدا يموله وتفضل أهله وسهله والله فكرتك حلوة الرائد واضح تلاتة تفضلي الرائد هو مجد في إدارة الأعمال يحاول إدارة لعقضات ويدع ضياط المواقع اللي بيساعد على تدليل العقبات للرائد والمخترع بنسمي الراعي اللي معه مصاري وهاته يا جماعة فكرتكم نحولها لأرض الواقع بنسمي الراعي إذا نخذي بالك الراعي ما جابش أفكار ولا بده دعم الراعي هو بيسمع الأفكار وبدعمها دقتنع فيها الممحص من اسمه زي محقق مثلا ممحص تفضل الجوارة شكرا إذا هذول الاتنين المخترع والرائد بيجيبون لنا أفكار جديدة إذا ما لقاش حدا يساعده بيضل مخترع فكر تفو مخه ما قدرش يحولها لأرض الواقع بيضل مخترع هنا لو لقلنا حدا يدعمنا ويعطينا فلوسه ويعطينا دعم إداري ومعنوي حقق هدفنا أو فكرتنا بيصير رواد الراعي لا الراعي هو ماسك منصف الإدارة العلية إذا اقتنع بالفكرة بيطبقها زي حاضنة الأعمال في الجامعة بتسمع أفكار من الطلاب رياديين طبعا مش كلها فكرة هتاخدها الفكرة المقنعة بتاخدها وبتنوولها وبنسميها راعي الراعي اللي أخدوا فكرة تطبقوها اسمه رائد الفكرة ما عشبتناش بظل مخترع الممحص الآن فكرتك بدنا أدلة أنها تنجح إيش هعظف إنه فكرة تنجح وبنشوف هل هي واقعية ولا خيالية مين يعطينا مثال على هذا الكلام مين يعطينا مثال مين فيك ريادي ما شاء الله اللحظة شوي بس مين قال أنا تفضل يا أستاذة المعرض التقني كان في أحد الشباب فكرته إنه يعمل جهاز تنفس طناعي أجد الفكرة بعد كورونا في جهاز تنفس طناعي في المستشفى هو إيش ميزة فكرته جهاز تنفس طناعي في البيت لا مرضى كورونا كويس الفكرة الحان هو مخترع لقى حدا يتبنى عرض الفكرة على الحاضمة حاضمة تمت المتعون لما تمت أجسر هو بدأ رائد هم رائد هي الحاضمة بدأ هو وعيد وهم هندسين يعملون الفكرة يطبقوا الفكرة ممتاز الوزاة الصحة مين الممحس شكرا نكتب الكلام هذا فكرة اسم المهندس ولا نألف اسم المهندس محمد في فترة كورونا فكر في اختراع جهاز تنفس صناعي في المنزل وهنا الفكرة الجديدة لمرضى كورونا مين هذا محمد طيب ايش صار عرض محمد فكرته على الحاضمة في الجامعة فوافقت لسه محمد طيب اخذت وزارة الصحة الاختراع ودرسته ثم وافقوا عليه وزارة الصحة بنت للجهاز واللي طنشت ولا ايش قالوا ثم اخذته بعيد الاعتبار ممتاز اذا نصرت فكرة مهندس عرض الواقع المهندس محمد في فترة كورونا فكر في اختراع جهاز التنفس الصناعي في المنزل اللي مرضى كورونا الان محمد هل هو مخترع رائد رائعي ممحص رائد الاسود ايش بطلع عرض الفكرة على الحاضنة في الجامعة هنا رائعي وبنامع هذه محمد ايش صار رائد ممتاز الاحمر ايض وزارة الصحة عجبها الموضوع ايش صار ممحص خدت بالك انه محمد خليك معنا قبل لما كان صاحب الفكرة كان مخترع مش مكتوبة معلش انك تريد هنا مخترع لما لقى حدا يتبنى اللي هو الحاضنة صار رائد والحاضنة صارت رائعي لما وزارة الصحة اعطته اوكي صار ممحص وزارة الصحة ممحص واضح تفضلي فكرا فكرة مثلا انا عندي مشروع في المعرض التقني اه انا كمثالة عند الفكرة اعمل تطبيق لبيع الاتات اجب فكرا برضا او تطبيق على الجوال لبيع الاتات انت الفكرة اخترعت تطبيق لبيع الاتات لقيت حدا يقول لك اوكي بصير رائد اعطاك فلوس حتى لهم اعطاك انا عمدت الفكرة عمدت مكشف كامل هلأ محتاج هو تمويل اه اه انا لسه رائد اه لغاية لا انا رائد لا مش هو محتاج تمويل لسه مخترع لقيت حدا اعطيك مصاري بصير رائد وهو طبعا المصاري رائد واضح ايجت وزارة الاقتصاد تطلعت على التطبيق بتكون ممحص عيدها واضح الفكرة اخر سؤال في هذه النقطة واضح بالرسم الفرق احنا قلنا الاحتياجات الناس يا هاي استاذ واضح بالرسم الفرق بين التغيير التكنولوجي والتغيير هاي اين في العمل في الورك بقول يورسمي واضح بالرسم التغيير التكنولوجي او الفرق بين التغيير التكنولوجي والتغيير في العمل هاي كده نحط في صندوق التاني نبدأ من التاني زي ايش يتغير في العمل السياسات تغيير السياسات تغيير الاجراءات موعد العمل السياسات والاجراءات موعد العمل قواعد ما اخذ بالك كل هاي العلاقة ويش بالامور السياسية عفوا لدارية المهمات وهكذا نيجي هنا طغير التكنولوجي طغير في الاجهزة برامج الحاسوب التحول للرقمي وهكذا واضح انه في فرق بين الاثنين اوكي فيه ممكن ندخل وسال الطاقة عفوا وسال الاتصال اجتماع الواتس ولا حاجة اه الانلاين اه ما هو حيكون بنانعها هذا شكرا على السؤال اختار الاجابة الصحيحة التغيض في برامج حاسوب الشركة هو التغيض في برامج حاسوب الشركة هو تغيير او تغيير في العمل نلا اخبركم تغيير في السياسات تغيير تكنولوجي ليس مما سبق كون جاب سيرة البرامج يا استاذ يا نايمة بالجاوب الغلط قاعد الاجابة جي نايمة حضرتك وليش الاجابة جي اعيد تاني اعيد في هذه النقطة بنكون ان شاء الله وصلنا لاخر الاساليب الادارية في اتخاذ القرار الان هنبدأ نشرح سوى وظائف المشروع لما نخلصها بيكون خلصنا هذه الرحلة ان شاء الله هنشرح الان ادارة الانتاج طبعا نستغل الفرصة هنا ونشكر الاستاذ باسمكم وباسمي منشكر الاستاذ الدكتور احمد الشميمري البروفسور في جامعة الملك سعود في الادارة اللي اتحلنا الفرصة ان ندرس الكتاب تبعوا ان شاء الله لتول الله فلسطين من لا يشكر الناس لا يشكر الله واضح ما المقصود او ما هي وظائف المشروع وظائف المنظمة مين فاكر انتاج افراد تسويق مالية علاقات عامة نظم معلومات اللي عاملة فوضى اوكي اليوم هندرس ادارة الانتاج زي ما البروفسور كاتبنا هنتعرف على المفهوم هنتعرف على الواهمية الوظيفة دورة الحياة العملية الادارية ومراقبة الجودة الجودة يا استاذة ما المقصود ب البروداكشن مانجمند كونسيبت ادارة الانتاج خد بالك هو معرف الانتاج لحال والمنتج مش المنتج المنتج إنسان المنتج هذا منتج هذا المكعب اللي هو السلعة او الخدمة او الفكرة ممتازة عمليات الانتاج بعدين رايح معرف لك ادارة الانتاج ادارة الانتاج جاي وراء قبل الرسمة إذن هي مكونات الانتاج الانتاج وعملياته والمنتج بعدين ادارة الانتاج مين يقرأ لنا ما هو الانتاج انتاج تفضلي اللبسة اسوى تفضلي الانتاج هو الانتاج العناط او قوة التخدم من قرارة العمالية التجريف والتي تتمثل برساطة في كل من القرارة الدشرية الأمال والمدية رات المال لأنه بزمن معين 6 امز ده ما هي مدخلات عناص الانتاج بلاس 2 او تي زي من تعز عناص الانتاج اللي هي الانسان المواد الخام الالات الفلوس السوق الادارة المعلومات الوقت في غيرهم اكيد هدولا اسمهم الانتاج باخدهم بشر عليهم بصير عندي ايش منتج اذا 6 امز بلاس 3 او 2 هي ايش هي الانتاج اللي هي مدخلات العملية الانتاجية اوكي هم هم باعترين هيك بعملناش او منفع لما يصيروا نفعين سوى زي ما حنشوف بصير عنداش اذا تنتج طيب ما هو المنتج تفضلي ناتج عملية التشغيل زي ما حنشوف شرحناه قبل هيك ممكن يكون سلعة قلم سيارة جوال حاجة تمسكيها في يدك ممكن يكون خدمة زي البنوك الصحة التعليم وهكذا ممكن يكون زي ما حكذا زميلتك فكرة رواية بحث علمي كتاب وهكذا هدول مين هدول البروداكت البروداكت هو المنتج هو ايش المنتج طيب المنتج ممكن يكون سلعة تامة الصنع وممكن يكون نصف مصنعة قيماش بتضول حسب احنا مين هل انا مثلا مصنع مواد غذائية او البان بوزع لبن على السوق هذا بيكون اللبن تامة الصنع ولا انا الله يكرمكم عندي مزرعة بقر ولسه بناخد اللبن تبعهم بنودي على المصانع بتكون نصف مصنعة واضح لان اما السلعة اخديها استخدميها او لسه بدها شغل اخر حاجة الابوريشنز اللي هي عمليات الانتاج اللي هي عمليات الانتاج مين يقع مين كمان تفضلي اسمه ممتاز اذا عملية تحويل المدخلات لمخرجات بنسميها عمليات التشغيل او عمليات الانتاج عملية احول المادة الخام لطحين مثلا الى خبز هذا اسم عمليات التشغيل ايش عمل التشغيل عندنا طحين العجن تقطيع الفرد الخبز هذه لا هي انتاج ولا هي منتج هذه عمليات التشغيل ماشي عايزين نعمل نسكة فيه ايش عمليات نيطلع عندي نسكة فيه مية مغلية نغلي المية نجيب النسكة فيه نحطه في الكاسة نجيب المية المغلية نحطها عن نسكة فيه ونحذك هذه بنسميها عمليات ايش التشغيل او عمليات الانتاج اذا العملية اللي بتحول لي الانتاج لمنتج بنسميها عمليات الانتاج واضح ولا عيد الآن عمليات الانتاج ايش في عندها حاجة اسمها بوت هادي وين جاي جاي فعملات الانتاج ما هي بوت؟ اول حاجة مستلزمات الانتاج اللي هي البرودكشن عمليات التحويل تي تكنولوجيا إذا شو يعني بوت جاية في عمليات الانتاج بدنا مواد خام ولا كيف بدي عمل نسكة فيه أنا بدنا مستلزمات الانتاج اللي هو غلاية نحط فيها ميا نحط فيه غاز أو مسخن ميا وهكذا وكمان عايزين التكنولوجيا الحديثة لغاية الان ما عرفناش إدارة الانتاج لغاية الان ما وصلناش للتعريف أقرأهم P.Protection مستلزمات الانتاج O.عمليات التحويل Operation Technology في مصطلح العلاقة فيهم اللي هو الانتاجية Productivity انتاجية مشتقة من الانتاج هل الانتاج هو الانتاجية؟ طبعا لا هل الانتاج هو الانتاجية؟ لا هل الانت عملت النس كافية وبدك تشربيه إذا كان النس كافية زاكي كتير انتاجية إذا مخرجاتنا ممتازة اللي هو المنتاج اللي هو النس كافية إذا كان مش كتير بقول الانتاجية مخفضة بده شوية تزبيط إذا ما هي الانتاجية؟ المعيار الذي يستخدم في حجم الانتاج اللي هي المخرجات أتوقع تعرف مش في الكتاب المعيار الذي يستخدم في حجم الانتاج بين قصين المخرجات المعيار المعيار الذي يستخدم في حجم الانتاج المخرجات لكل العناصر التي أسهمت في تحقيق الانتاج تحقيق النازج هذا الانتاجية مش الانتاج وهي مقياس لعلاقة المخرجات بالمدخلات وهي مقياس لعلاقة المخرجات بالمدخلات المخرجات بالمدخلات والسلعكس هل الخبز اللي عملته طعمه طيب الخبز مخرجات أصلي موضخام إذا طعمه طيب فيه انتاجية إذا وحش لا مش الكمية لا الكمية الانتاج العدد هو الانتاج الانتاجية هي الجودة هل لما كنتي كنتي راضية هل لما شربت النس كافية كنتي راضية هذي انتاجية عملتي ثلاث كسات نس كافية هذا عدد يمكن وحشين يمكن طعمه مش طيب واضح إذا إذا شعر المستالك برضى عن المنتاج بنسميها انتاجية إذا المستالك اعترض وليش هذا معناها معديش انتاجية أوكي ما المقصود بإداة الانتاج ببساطة قلنا كلمة إدارة تعني تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة على عملية تحويل المدخلات لمخرجات موجود يابلة في السلايد مع الرسمة شايفها هناك بس هو مش كاتب وظائف الإدارة ما أودت الانتاج تخطيط تنظيم توجيه رقابة عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات لا إله إلا الله يابلة التعريف عندك اللهم كتب وظائف الإدارة المخ خلص تخطيط تنظيم توجيه رقابة على عملية تحويل المدخلات لمخرجات هذه بنسميها إدارة الإنتاج عنا سؤال وضحي بالرسم إدارة الإنتاج كنظام سيستم أخذنا قبل هيك السيستم مما يتكون مدخلات عمليات مخرجات طبعا أنا مش حاسو من الرسم لأنها معمك المدخلات اللي السيكس إمس كتبينها هاي المدخلات هاي واضح العمليات اللي التحويل من إلى المخرجات طبعا نضيفي الأفكار إما سلة أو خدمات أو فكرة واضح نكتب سؤال ونجاوب المحاضرة الجاية سؤال إذا كان نكتب سؤال على صبور إذا كان لديك المعلومات التالية عن إحدى الشركات احسبي الانتاجية الكلية احسبي يعني أرقام يلا الهول احسبي الانتاجية الكلية والانتاجية الجزئية لهذه المؤسسة نشوف اش ما عطينا يارب تكتب سرعة طبعا ما التعليق هاي 2022 2023 الكمية السعر الكمية ليه عدد الوحدات يعني عدد القطع الكمية عدد القطع في سنة 2022 عندي 1000 قطع 1000 هنا 1200 زادوا يعني طيب السعر هنا ب100 دولار وهنا ب100 دولار حكتب بالاسود المحاضرة جاء عشان داشتح الوين ان شاء الله انعشنا المواد الخام قولنا من 6 تكلفة المواد الخام دا اكتب الكلام بعد ان لو قام عدد ساعات العمال او العمل يعني هنا انسان عنا العمال تكلفة لول اجور ساعات العمل اخر حاجة تكلفة الطاقة قبل التكلفة الطاقة المستخدمة تكلفة الطاقة المستخدمة اوكي بعدين عندي تكلفة تكلفة اخرى مش معهم طيب نكتب الارقام المواد الخام 5100 كيلوغرام من الدقيق هنا 5800 كيلوغرام من الدقيق كلفني 20500 دولار 25500 دولار اوكي عدد ساعات العمل هنا 4300 ساعة 4500 تكلفة العمل بدفع للموظفين 52000 دولار بعدين صرت 58000 ليش؟ لأنهم زادوا الطاقة هنا 10,000 ليلات يعني كيلوغرام تبعت لآلة خلص الصوت احسبي الانتاجية الكلية هنحلص المحاضرة الجنشغ والانتاجية الجزئية اي سؤال في المحاضرة اليوم؟ اي سؤال؟ حاضر حامل تغيير اي سؤال؟ يعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر